أخبار وانتشار فيروس كورونا ونجاح اللقاحات أو عدمه تسبب القلق والتوتر حول العالم وللتعامل مع هذه المشاعر السلبية ينصح الكثيرون بممارسة رياضة اليوغا لما لها من تأثير إيجابي على النفسية وتخفيف التوتر والقلق وبالتالي تعزز من مناعة الجسم ضد الأمراض للمزيد تنضم إلينا منا رمالة شدن نصار مدربة اليوغا صباح الخير يا شدن نريد أن نعرف منك شدن كيف ممكن رياضة اليوغا فعلا تساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق خصوصا في هذه الأجواء نعم أكيد في جانب أساسي اللي هو لما نيج نتطلع على الجهاز العصبي عادة لما نكون إحنا في توتر منكون إحنا في الجهاز العصبي السيمباثاوي اللي هو المسؤول عن حالة الكر والفر والمسؤول عن أنه نقدر نعمل إشياء تحت الضغط ممكن يكون مفيد بحالات معينة بس على المدى البعيد هذا الشيء كتير بيكون مؤزي للجسم إذا منضل في حالة الجهاز العصبي السيمباثاوي فعلى طريق اليوغا منحاول أنه ننتقل أو نشتغل على أنه ننتقل للجهاز العصبي البرسينباثاوي واللي هو مسؤول عن الراحة والهدوء والشعور بالأمان وهذا الشيء اللي بيساعد الجسم يقدر يرجع يجدد الخلايا يهتم بالأعطاء الداخلية فهذا جزء كتير أساسي مش بس لصحتنا نفسية واللي كلياتنا متأكدين منها كمان للصحة الجسدية تبعتنا وسحتنا بشكل عام يعني شدا أنا مجرد ما بسمع صوتك وأشوفك قاعدة كده قد إيه هدوء أنت بتعملي حالة من الهدوء في الستوديو والاسترخاء خليني أقولك أن هذه اليوغا لها فوائد كثيرة في مختلف الناس اللي مش عارفة أو الناس اللي ما بتتبعش هذه المعلومات عن اليوغا اليوغا قد إيه بتفيد في حالات التوتر والقلق بكل الجوانب يعني لازم أعمل كذا سيشن لازم أعملها بالليل ولا الصبح هي زي ما كتير من الدراسات عم تطلع آخر فترة فوائد اليوغا خصوصا بموضوع التوتر والقلق جدا 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 كبيرة لدرجة آخر فترة عملت برنامج كامل مخصص بس يشتغل على التوتر والجهاز العسبي إم تنعملها وكيف؟ أهم شي بكل الموضوع هو الاستمرارية حتى لو صف الموضوع معنا كتير مننا منفكر لازم نعمل ساعة كاملة بس حتى لو إحنا قضينا عشرين دقيقة بنهار أو عشر دقايق أو حتى خمس دقايق بس اللي يكون فيه استمرارية هذا الشيء كتير بساعد على صحة جسدية والنفسية على المضى الطويل أحيانا نعمل ساعة واحدة مرة واحدة منحس كتير منيح وبعدها مننسى فالاستمرارية جزء كتير مهم وكتير بساعد طب شدنا خلينا نشوف معاك صبح أو نهار أي وقت معين إذن ما في وقت معين لليوغا طيب خلينا نشوف معاك المهم مش بعض الأكل بس طيب تمام خلينا أشهد أن نشوف معاك بعض التمارين اللي ممكن الواحد يسويها في البيت ممتاز أنا حاب اليوم نركز على الشعور بالعجز الناتج عن التوتر والضغط لما نحس حالنا مش قادرين عن جد نركز وننتج وهذا الشيء كتير مننا بهذه الفترة عم نحس فيه فاليوم حاب نعمل تمارين بتساعدنا نرجع نتنشط ونركز ونحس بالوعي فنبدأ مع بعض ناخد شهيق ونبدأ ببعض الدوائر للأكتاف هاي كمان للناس اللي عم بتطروا يقعدوا كتير على اللابتوب أو الهاتف كتير بتساعد فمع الشهيق منرجع الكتاف التنين لورا والزفير منلف لتحت شهيق لفوق زفير لتحت مع الشهيق الجاي بدي نجيب الكتاف التنين لفوق لعند الدنين نخليهم هون شوي بعرف شوي غريب ومع الزفير بدنا نرجع شوي الكتاف لورا ايدينا بيرجعوا لورا معا شوي ونريح الكتاف لتحت ونحس بالتمدد اللي عم بتكون في منطقة الصدر هاي من الحركات اللي كتير بتساعدنا نرجع نحس بالنشاط والتشجيع كم المدة يا شدن؟ نتذكر ناخد ابتسامة بالزبط كيف عم نعمل نقدر ناخد عادة نحسبها بعدد النفس فممكن ناخد ثلاث مرات نفس عميء وإحنا هون ونتأكد بس دايما انه الكتاف ما عليهم شد وبس نحس بهون هذا التمدد وبعدين منريح ودايما محب أذكر كل حدا انه نتذكر ناخد ابتسامة بسيطة دايما ناخد حالنا بطريقة كتير جدية فبتساعد ومن هون بدنا ننتقل لإنه مع الشهيق نجيب إيدين التنتين لفوق ومع الزفير نلف وننزل إيدين التنتين على الجنبين هاي كمان من الحركات اللي بتساعدنا نحس بالنشاط والإيجابية بالصبح شهيق إيدين التنتين لفوق وزفير إيدين التنتين على جنبين واحدة من الإشياء الأساسية باليوغا اللي بتساعدنا نحس أحسن ضبط النفس مع الحركة فشهيق لفوق نفس لبرة من نزل إيدين التنتين على جنبين وكمان حركة مع الشهيق بدنا نجيب إيدين التنتين لفوق نلامس الإيدين التنتين مع بعض ومع الزفير بدنا نرجع الإيدين لورا بهاي الطريقة إحنا أولا عم نشتغل على استقامة الظهر وهذا الشيء كثير بيساعدنا بالشعور بالإيجابية والثقة بالنفس ثانيا بيخفف من أوجاع الأكتاف آه يعني ممكن كمان تخفف من الأوجاع وليس فقط التوتر والقلق زي وجع الظهر وجع العقب نعم كثير تخفيف من هذه الألام جدا جدا وخصوصا مع عادتنا في هذه الفترة كثير بتساعد ترجعنا لمحل أحسن من ناحية صحية لظهرنا وبخفف بهاي الطريقة بخفف من الأوجاع شهيخ من رجع إيدينا تنتين لفوق وزفير إيدينا تنتين على جنبين طيب شدا يعني استفدنا من هذه الفقرة وتعلمنا منك بعض التمارين تمارين اليوغا للتقفيف من التوتر والقلق بشكل عام لأي شخص بيعاني منها هذه الأيام شكرا جزيلا لك شادا نصار مدربة يوغا كنتي معنا من رمال شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك